اشتركوا في القناة المحطة التي بلغت كل فتاة الإجمالية 17 مليون دينار بحريني تزود مشروع توسعة مطار البحرين الدولي والمشاريع التجارية والتنموية في محافظة المحرك باحتياجاتها من الكهرباء وقد تم تنسيق مع الجهات المختلفة لإنجاز جميع الأعمال المرتبطة بهذه المحطة في الوقت المحدد وقال الوزير ميرزان تدشين هذه المحطة يأتي ضمن المشروع الاستراتيجي لتوفير الطاقة المطلوبة لتوسعة مطار البحرين الدولي وكذلك يأتي ضمن الخطة الرئيسية التي وضعتها هيئة الكهرباء والماء لتطوير وتوسعة شبكات نقل الكهرباء على ضوء توجيهات واهتمامات القيادة الرشيدة لتوفير خدمتي الكهرباء والماء وتلبية الطلب المتنامي على استخداماتها لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري ومن ثم توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة من جهتي أشاد سعادة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بجهود العاملين بالهيئة على إنجاز هذه المحطة بوقت قياسي بلغ 12 شهرا اشتركوا في القناة